السلام عليكم ورحمة الله طلابنا الأحباء هنحل مع بعض النهاردة إن شاء الله تدريبات درس كادة وأخواتها من كتاب الامتحان للصف الأول الثانوي هنا بنقول سين واحد حدد فيما يلي اسم الفعل الناسخ عايز اسم الفعل الناسخ هنا فبنقول مبادرة حياة كريمة أوشكت أن تحل مشكلات كثيرة أوشكت أوشكت أن تحل مشكلات كثيرة أوشكت من اللي أوشكت أوشكت هي لأن عندي خبر أوشكة هنا هتكون كلمة أنت حل فيبقى عندي اسم أوشكة هنا ضمير مستتر تقديره هي رقم اتنين أوشكتم أيها المجتهدون أن تبلغوا مقاربكم أوشكتم أوشكة ده هو الفعل عود نفسك كده الضمير المتصل بالناسخ هو اسمه الضمير المتصل بالناسخ هو اسمه فعندك التاء دي الضمير ده متصل بأوشكة يبقى هنا هو اسمه طب فين خبرها بقى خبرها أن تبلغه لأن خبر أوشكة طبعا جملة فعلية فعلها مضارع ويكثر اقتران خبر أوشكة بأن يبقى هو ده الخبر هو هنا عايز الاسم يبقى هو أقول له التاء ثلاثة أخذت قضية الأمن القومي تتصدر اهتمامات الحكومة أخذت قضية الأمن القومي تتصدر أدى أخذها هي أوعى تقول إن التاء هي اسمه أخذة اتقل لا التاء هنا تاء التأنيث طب وأنا عرفها منين لأن قضية كلمة مؤنثة إذن أنا أقول على التاء دي تاء تأنيث على طول يبقى أخذت قضية الأمن القومي تتصدر حتى هي الخبر يبقى أنا عندي قضية كده هتكون هي اسم أخذة أربع قال تعالى عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى أدى الفعل لفظ الجلالة اسم عسى أن يكف فاء ده خبر عسى هو عين عايز اسم عسى يبقى لفظ الجلالة الله خمسة قال الشاعر إذا المرء لم يغش الكريهة أو شكت حبال الهوينة بالفتى أن تقطع وقال لك هنا إيه قال لك إذا المرء لم يغش الكريهة أو شكت حبال الهوينة بالفتى أن تقطع وعايز هنا اسم إيه وعايز هنا اسم أوشك حاضر أوشكت حبال الهوينة أن تقطع فأوشكة والتاء تاء التأنيث وحبال دي اسم أوشك اسم أوشك تمام جدا يبقى هقوله تمام كلمة حبال هو عايز الاسم بعد كده بيقولك ميز فيما يلي العكس بقى عايز خبر الفعل الناقص قال الشاعر كرب القلب اده فعله وده القلب هنا اسم كربة وعندي من جواه يذوب المفروض ان خبر دي يكون جملة فعلية فعلها مضارع فكرب القلب يذوبه فاللي تم من معنى الجملة هنا كلمة يذوب وهو فعل مضارع وخبر الافعال دي بيكون طبعا جملة فعلية فعلها مضارع قال الشاعر ولو سئل الناس الترابة لأوشكو اذا قيل هاتو ان يملو ويمنعو خلي بالك وعايز الخبر أوشكو اده أوشكها لسه يقول لك معلومة جميلة اوي ان الضمير المتصل بأوشكة هو اسمه او الضمير المتصل بالناسخ هو اسمه فعندك الواو كده هتكون اسم أوشك طب لأوشكو ايه؟ اسأل نفسك كده لأوشكو ايه؟ ان يملو يبقى ان يملو دي يا سيدي هي جملة الخبر لأوشكو ايه؟ اوشكو ان يملو يبقى ان يملو دي هي جملة الخبر بس كده ثلاثة عصى الله ان يهدية شبابنا اه الى ما فيه الحق عسى اده عسى ايه؟ لفظ الجلل اسم عسى الله عصى الله ان يهدية يبقى ان يهدية دي جملة الخبر وحتى الخبر هنا مقترن بانه قال الشاعر فاخذت اسأل والرسوم تجيبني وفي الاعتبار اجابة وسؤال فاخذت اسأل والرسوم تجيبني بص يا سيد يقول لك فاخذت اخذها هاي والتاء هنا هتكون يا اسم اخذ الضمير المنتصل بالناسخ قلنا هو اسمه يبقى عندك اسأل ده فعل مضارع يبقى خبر افعال الرجاء والمقربة والشروع بتبقى جملة فعلية فعلها مضارع وده الفعل المضارعه بس يبقى انا عندي ده هو الخبر قال الشاعر اذا غير النأي المحبين يعني لو البعد غير الناس المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب ميته يبرح قال لك ايه؟ لم يكد احنا متفقين ان يكد خلاص ان انا عندي كادة يعني يأتي منها فعل مضارع عادي وقلنا عندي كادة لو انا جبت فعل مضارع منها يبقى عادي الفعل بتاعها ناقص ناسخ عادي جد يبقى يكد ده الفعل رسيس ايه اسم يكد لم يكد رسيس الهوى ايه؟ يبرحه لم يكد رسيس الهوى ايه؟ يبرح يبقى يبرح دي سيدي هي جملة الخبر بس كده قال تعالى وَلَوْ لَعَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا وعايز منك ايه هنا؟ عايز الخبر كده كده ويسمهما كده تركل تركل مدارع يبقى الخبر هنا تركنو جملة فعلية فعلها مضارع التاء هي اسم كادا وتركنو هي خبر او الجملة الفعلية دي هي خبر كادا سين تلاتة املأ الفراغات فيما يلي بما يناسبه حرى قولوا الحق انت عندك لازم تكون واخد بالك من الاقترام بأن فانت عندك حرى دي لابد يعني يعني يجب يجب ان خبرها يبقى فيه أن فبالتالي ده ما ينفعش ده ما ينفعش لان لازم يبقى فعله مضارع ده ما ينفعش لان ما فيهوش أن يبقى يقول أن يذفروا لان عارفين وحفظين ان حرى وخلولقة يجب اكتران خبروهما بأن المصريون ينطلقون لبناء الحضارة يا كرب ما بيجيش منها مضارع كربة ما فيش منها مضارع ما ينفعش اقول حرى لان حرى لازم الخبر يبقى فيه أن ما ينفعش اقول خلولقة لان خلولقة لازم الخبر يبقى فيه أن إخلولاقة السلام إخلولاقة ده فعل من أفعال المقربة والرجاء والشروع فعل للرجاء فلازم الخبر يبقى جملة فعلية فعلية ومدارع ده اسم مش هينفع اسم مش هينفع هقول يا سود لا لأن حراء وإخلولاقة يجب اكتران خبروما بين لازم الخبر يبقى فيه أن أربعة أنشأة قوة الظلام برضو نفس الفكر أنشأة طبعا التأنيث قوة اسم أنشأة فخبرها لازم يبقى جملة فعلية فعلها مدارع غير مقترم بأن لأن ده فعل من أفعال الشروع فأقول تتراجع غير مقترم بأن طفق المصريون برضو عايز خبر يكون فعل مدارع وغير مقترم بأن لأن ده من أفعال الشروع فأقول يأخذون هنا ما جابش أن وهنا جاب أن فيبقى خطأ هنا ما جابش أن بس نصب الفعل وأن تنصب الفعل ليه؟ طبعا خطأ سين أربعة اختر فيما يلي الحكم الصحيح لإكتران خبر الناسخ بأن والله ده معلومة تعتمد على الحفظ أنت حافظ أن عسى يكثر إكتران خبرها بأن كاد يقل إكتران خبرها بأن ده معلومة حفظ ما جابش حاجة تمام حافظ إذا المجد الرفيع تواكلته بناته السوء أو شكة حافظ أن أو شكة يكثر فين يكثر؟ آه تمام كاروبا حافظ أنها يقل كادة وكاروبا يقل حافظ أن أفعال الشروع يمتنع ده معلومة حفظ ما جابش حاجة دي تمام سن خمسة ميز فيما يلي الفرق بين الأفعال التي فوق الخط من حيث التمام والنقصان يعني عايزك تقول مين التام ومين الناقص ماشي يا سيد أنشأ المهندسون مين هيبقى تام ومين هيبقى ناقص قبل من ابتد نحل الخبر جملة فعلية فعلية مضارع يبقى ناقص واللي غير كده يبقى تام فعينك يا سيدي على الخبر هنا قال لك صروحا صروحا ده فعل مضارع لا ده اسم يبقى ده كده تام لأن الخبر مش جملة فعلية فعلية مضارع طب هنا أنشأ المهندسون يبنون فعل مضارع اهو يبقى ده كده ناقص لأن الخبر جملة فعلية فعلية مضارع اتنين بدأت شمس الحرية تستع بدأت شمس الحرية في سطوع نفس الفكر بدأ اهيه الخبر هنا كلمة تستع فالخبر هنا مضارع الخبر هنا مضارع يبقى ده ايه يبقى ده ناقص طب انا عندي بدأت شمس الحرية في السطوع الخبر هنا مش فعله مدارع يبقى ده ايه يبقى ده تام يبقى الاول ناقص والتاني تام اللي جابه له تلاتة اخذ الاقتصاد الوطني ينتعش اخذ الاقتصاد الوطني طريقه نحو الانتعاش ينتعش ده جملة خبر الخبر بتاع اخذ فده فعله مدارع يبقى ده فعله ناقص طالما عندك الخبر مدارع يبقى الفعله ناقص مش مدارع يبقى الفعله تام اخذ الاقتصاد الوطني طريقه يبقى الخبر هنا يا سيدي مش فعله مدارعه يبقى الفعله ده كده تام يبقى الاول ناقص والتاني تام سين ستة معنا لسه هانتة ايه حاجات بسيطة سين ستة بنقول هنا ايه اختر السياغة الصعيحة عند ادخال فعله من افعال كده اخوات قالك المصريون يسعدون بترابطهم حرى المصريون صح لان اسم حرى بيبقى مرفوع بس خبرها لازم يكون جملة فعلية ولازم يكون فيه ان لان انا عندي حرى وعندي خلولقا لابد يعني يجب اكتران الخبر بان قال لي يسعدون بدون ان ما ينفعش يسعدوا بدون ان ما ينفعش ان يسعدوا هي الصحيحة اسم حرى مرفوع والخبر مقترن بان ذو العلم يرتقون بالامم هنقول اوشاكا ذوي خطأ اسم اوشاكا بيبقى مرفوع فهقول ذو اتنين واو اوشاكا ذو العلم ان يرتقوا صح لان اسم اوشاكا هنا مرفوع وخبرها جملة فعلية مقترن بان واوشاكا يكثر اكتران خبرها بان هنا قال لي يرتقوا بدون ان خطأ هنا قال لي يرتقون صح بس ناصب هنا ايه ناصب اسم اوشاكا تبقى خطأ اسم اوشاكا مرفوع ثلاثة الصناع يتنافسون في العمل شرع الصناع متنافسين ده اسم مش هينفع لازم الخبر يبقى فعل مدارع ده اللي فعل مدارع اهو يبقى دي الجمل الصحيح هنا قال لك جاب لك ان افعال الشروع يمتنع اكتران خبرها بان برضو ده اسم مش هينفع سين سبعة ميز التغيير الذي يحدث في الجومة الاتية بعد حزف ان او احدى اخواتها ووضع كاد او احدى اخواتها مش عايز احزف كأن دي وحط مكانها حارة هنركز برضو حارة اسمها بيبقى مرفوع فده كده مرفوع لان انا عندي زواء بتعمل معاملة المثنة انما ذو اللي احنا كنا لسه ايلنها ده بيعمل معاملة المذكر السان فزواء تعمل معاملة المثنة رفع بالالف وذوية ذوية ده بالنصب والجر تمام نصب الياء وجر بالياء زيها زي المثنة بالزبط طيب هنا هقول ان يخلصان خطأ لان عندي الفعل ده يبقى منصوب بعد ان في حضرتك تحزفلي النون يبقى الجملة دي كده خطأ حارة كده ذوي خطأ اسمها مرفوع ذوي صح يخلصها فين ان بقى مش احنا قلنا لازم الخبر يكون فيه ان ان يخلصها صح ايه اتنين ان المواطنين المخلصين ادي واجبهم اسم اخذ بيبقى مرفوع ده مش هينفع اخذ المواطنان المخلصان لان المخلصان تبقى نعت ان يؤدي افعال الشروع يمتنع اكتران خبرها بان فمش هينفع اقول ان يؤدي اخذ المواطنان اسم اخذ مرفوع بالالف المخلصان نعت مرفوع بالالف يؤديان الخبر هنا فعله مضارع وطبعا هنا غير مقترم بان يبقى دي صحيحة لان افعال الشروع يمتنع اكترانها بان هنا نصب الفعل تنصب الفعل ليه ليت الفائقين مكرمون هول عسى اسم عسى بيبقى مرفوع فهول الفائقون بس دي مش هتنفع لازم الخبر يبقى فعله مضارع يكرموا مش هتنفع لان مفيش قبلها اداة نصب عشان تحزف منها النور لو انا قلت يكرمون تبقى صحيح عسى الفائقين خطأ اسم عسى مرفوع عسى الفائقون ان يكرموا اهي هي دي الصحيح والخبر هنا يكثر اكتران خبر عسى او شكا بان لعل فاك ناطق بالحق بدأ فوك ناطقا لازم يبقى فعله مضارع مينفعش يبقى اسم زي ناطقا مينفعش اقول ان ينطق لان افعال الشروع يمتنع اكتران خبرها بان بدأ فوك ينطق بالحق صحيحة فوك اسم بدأ مرفوع بالواو وينطق هتكون جملة الخبر فعل مضارع وغير مقترم بان يبقى الجملة دي صح ده خطأ طبعا لان قال لي ناطق جاب لي الخبر اسم ان المصريين شاقون طريقهم نحو التقدم او شكا المصريون حد الان صح يشكوا خطأ لو انا قلت ان يشكوا تبقى صح لان انت هنا نصبت الفعل وما جابتش قبل منه عن طب انت عرفت منه ان منصوب ومحزف النون يبقى الف خطأ او شكا المصريون شاقين لازم الخبر يبقى فعله مضارع يبقى دي خطأ او شكا المصريين خطأ اسم او شكا مرفوع او شكا المصريون صح يشكون يا مصر مش عسى واو شكا يكثر اكتران خبرها بان يا بيه انا بقولك يكثر مش يجب يعني سواء ان موجودة او مش موجودة عادي المهم الجملة تكون صح نحوية هنا ده اسم او شكا مرفوع او بالواو وجاب للخبر انا ما جابش قبله ان وي رافع الفعل تبقى الجملة صح سين تمانية ميز الصواب للكلمات التي تحتاخد في الجمل الاتية كان ذوي الخلق السيء كاد ذوي الخلق السيء ان ينشرون خلقهم بين الام قال لك صوب حاضر انا لسا يقول لك انا لسا يقول لك تمام ان انا عندي اسم كادة بيبقى مرفوع انا بقول كادة عايزا اقول بقى زو عشان تبقى تعامل معاملة المذكر السالم مش هينفع اقول ذوى لان انا بخاطب بقول ينشرون فبخاطب جامعة مش بقول ينشران فهقول ذو يبقى اي حاجة فيها ذوى يدي خطأ تمام يبقى هقول ذو برضو بواحد واو مش هتنفع لان دي كده اسم من الاسماء الخمس طيب ليه مش هينفع يا مستر يا سيدي انا هنا بتكلم عن الجامعة فبقول لك ذوي بصوا يا جماعة ذو اتنين واو كده ده في الرفعة ذوي في النصب ذوي في الجر طيب في المسنة ذوى في الرفعة ذوي في النصب ذوي في الجر انما دي مش اسماء خمسة ده كده مثنة ده كده يعمل معاملة المذكر السالم يبقى انا هقول ذو وهقول ينشرون لان كده يمتنع اكتلان خبرها بان شرع المتقدمين للجامعة ان ينتهوا من استيفاء الاوراق المطلوبة المتقدمين دي تبقى المتقدمون لان اسمه شرعه طبعا مرفوع فهقول المتقدمون ما ينفعش اجيب الخبر هنا اسم لازم يبقى فعل مدرع وغير مقترم بان طب انت هنا نصبته ليه هو غير مقترم بان مفيش قبله ان يبقى مش منصوب يبقى نقول بقى المتقدمون ينتهون عسى الساعين في الخير موفقون او الاساعون لان اسم عسى مرفوع لازم ده يبقى فعل مدارع طب هقول الموفقون خطأ قلت لك يبقى فعل مدارع هنا قال لي يوفقوا حزف النون طب فين اداة النصب اللي جاي قبلها عشان تحزف النون يبقى الاختيار ده خطأ الساعون مرفوع وعندي هنا الخبر مقترم بان وحزف النون تبقى دي صح هنا جابوا اسم جابوا الخبر اسم ما ينفعش اربعة طفق المصريون مستلهمون خطأ تمام هقول يستلهمون ليه لان عندي طفقة خبرها المفروض يبقى فعل مدارع وكمان غير مقترم بان ما يبقاش في ان ده اسم مش هينفع ده في ان مش هينفع ده ما فيوش ان بس هو حزف النون ليه ما هو ما فيوش ان يبقى الفعل المفروض مرفوع بثبوت النون فالنون تبقى موجود سين تسعة اعرب ما فوق الخط في الجملتين الآتيتين عشان تقدر تعرب لازم تحدد الفعل ناقص ولا تامل او وعشان تقدر تحدد هو ناقص ولا تامعنك على الخبر الخبر هنا يطالبون فالخبر هنا فعل مدارع يبقى المصريون اسم بدأ على طول لان هيبقى الفعل ده ناقص يبقى اللي بعد منه اسمه طب هنا بقى الخبر تمام بدأ المصريون العمل فالعمل هنا مش فعل مدارع يبقى الفعل ده مش ناقص طالما الفعل ده مش ناقص يبقى جملته فعل وفاعل يبقى المصريون هنا فاعل قلنا اسم بدأ وفاعل فاعل اسم بدأ مرفوع بالو فاعل مرفوع بالواو صح. سين عشرة بنقول هنا. رجاء فهم اخيك السؤال. هو بقول لك رجاء رجاء يعني هو عايز فعلي يفيد الرجاء. فازاي تقول له اوشكا. انا عندي الرجاء عسى حرى اخلو لقى. فطبيعي كده ان اوشكا ما تنفعش طفقة ما تنفعش كده ما تنفعش. الفعل اصلا انا عايز فعلي يفيد الرجاء فانا عندي ثلاثة للرجاء فقط. عسى وحرى وخلو لقى. وما عنديش منهم هنا غير عسى بخطر. واسمها هنا مرفوع. وخبرها مقترن بان. بس. يبا هو ده الاختيار الصحيح. كده بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا يارب نكون افدناكم ونراكم على خير في حفظ الله ورعيته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.